أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على دعم الاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة والانخراط من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي لتعزيز بنية السلم ودعائم الاستقرار في أنحاء القارة وخلال لقاء عقده مع مفاوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بنكولي إيديوي استعرض وزير الخارجية الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن خلال أكتوبر 2024 والفعاليات التي تعتزم مصر تنظيمها